السلام عليكم مشخباركم كانت منى تكون وكلكم باخر وعلا خير وصفتنا اليوم ان شاء الله كيش بدون عاجين ساهل واقتصادي وضغياكي وجد واهم حاجة كي يجيبنين بالساس وزوين شكلا ومضاقا في الله غير خليكم معي حتى الاخر ديالفيديو باش تشوفوا مقادير وطريقة تحضير ويا ريت ما تنسوش لايك الفيديو لأول مرة كيزوا القناة ديالي مرحبا يشترك ويفاعل جرس باش يتوصي بكل جديد وبسم الله على بركات الله نبدأ اول حاجة غتي نحتاجه للبطاطا ننقيوها ونقصلوها مزيان عندي هنا منها واحد ستات الحبات متوسطين بالنسبة لهذا الكيميه هادي يالله كفاتني في هذا البريكس هذا اللي غادي ندير فيه الكيش اللي استعملت هنا ولي القطر ديالو 24 سنتيمتر يعني الكميه ديال البطاطا فكندروه على قياس المول ديال الكيش اللي عندنا وبما اني عندي البطاطا صغيرة شوية فغادي نقطعها هادي الشكل الطولي بهالطريقة هادي باش يجوني القطاع ديال البطاطا كبارين شوية كانت عندكم بطاطا كبيرة احسن فهنا غادي تقطعوها دوائر عادية نقطعو البطاطا ديال شرائح ما تكون شرقيقة بزيف إلا رققناها فمن اللي غادي تطيب اترجع لنا بحالي شيبس هاتولين بقرمشة وفي نفس الوقت ما نقطعوها شغلية بزيف يعني نقطعوها فهد القياس هذا وصفي هنا قطعت البطاطا كل هذا بغادي نزيد على واحد شوية ديال ابزار او الفلفول اسود ونزيد شوية الملحة وغادي نزيد عليهم القليل من الزيت البلدية او زيت الزيتون إلا ما توفرش ستعملو غير الزيت العادية او الزيت النباتية مشي مشكل حتى هي كتجيبها مزيان وكان بدون نخلطوه في البطاطا مع هاد المكونات هادو اللي ازنا عليها حتى كيتخلطو لنا مزيان من بعد كنجيبوه حتى وضي الفران كنفرش فيها ورق طبخ وكان بدون نستوف هاد القطاع او هاد الشرائح ديال البطاطا بحط طريقة هادية وحيدا قطة محيدا حتى نكمل رقع الكمية ديال البطاطا اللي عندنا وحاجة اخرى بالنسبة للبطاطا في هاد الوصفة هاديرة يمكن لنا نطيبوها بحط طريقة هادية في الفران ويمكن لنا نقليوها في الزيت حتى هي كتجيب زيانة غير هو الفران صراحة كي نقص علينا شوية ديال تمارة ديال القلي وصف هنا غادي ندخلو الطوى ديال الفران فران اللي تكون درجة الحرارة ديال ومتوسطة ونخليو البطاطا ديال نطيب وفي هاد الوقت هادا غادي ندوزو ناخدو واحد المقايلة غادي نحطوها فوق العافية ندرو فع شوية الزيت الزيتون والزيت البلدية اول الزيت النباتية المهم ستعملو الزيت اللي كتطيبو بها وغادي نزيتو فعال بصلة مقطعة مشنفة انا استعملت هنا بصلة صغارين قياس واحد جوج بصلة كبارة غادي نزيدو في المقلاء غادي نخليوهم فاد الزيت شوية صافي وغادي نخليو البصيرة ديال نحتى كطيح ومن بعد غادي نزيدو عليها الفلافل انا استعملت هنا الفلفلة خضراء وفلفل احمرة والفلفلة هنا يمكنك نديرو غير نوع واحد يعني غير اللي توفئر يا الفلفلة حمرة يا سفراء يا خضراء وغادي نخليو البصيرة ديال ناطق اللي مزيان مع الفلفلة مره مره كنحركوهم ما كنغفلوش حليهم حتى كيطاحو لنا مزيان من بعد غادي نزيدو عليهم شوية ديال ابزار او الفلفل الاسود وغادي نزيدو عليهم شوية ديال الملحة هادو هما المكوينين اللي غادي نزيد معاهم وراها كتجي هاد الخضيرة هاده بنينة وكتجي زوينة غير هي نقصو عليها العافية وخليوها تقل على خطرها وصافي غادي نخليو هاد الخضيرة تشحر مزيان حتى كطيب ومن بعد كنحيدوها فوق العافية غادي نديرو الخضيرة ديال نفحة التبصيل وغادي نحطوها جانبا بالنسبة للبطاطا حتى هيها هي طابت وجدات كطيبت قريبا في واحد الملت ديال عشرين دقيقة غير هو في الطياب نراقبوها من خليوهاش تحمل بزاف نخليوهاش تحمل حتى تنشف تبقى شوية طريقة ودعبا ناخدو الملت ديال الكيشتينة ونبدو نستفو فيه البطاطا نستفوها في الجنب هما اللي اللي نحاول نختاروها هكا غير طريفات اللي كبار هما اللي نديرو في الجنب وفي الوسط ديال المل غادي نفرشو هاد البطاطا اللي بقات لنا نحاولو نديرو واحد طبقة اللي مزيانة باش من اللي كي تبلينا الكيش وكن نقطعوه كي يجيونا واحد القطاع اللي هي صحيحة قطاع مزيانة ما كتشتش لنا الحوش ونهائيا كي يجينا تماما بحال اللي يديرين الكيش بالعجينة وصفي هنا سطفنا هاد البطاطا اللي عندنا كلها قدناه في المل دبا غادي نزيدو علالف الفلول بصلة اللي تيبناها من قبل غادي نزيدوهم ونحاولو نوزعوهم هلا البطاطا كلها وغادي نزيدو واحد العلبة ديال الطول غادي نوزحها احتهي على الخضيرة من الفوق وصفي هادشي لغادي ندير في الحوشوة ديال الكيش ديالي وانتو ما تقدروا تزيدو اللي بغيتو ديرو الحوشوة على حسب الضوء وعلى حسب الرغبة ودبا غادي ندوزون وجودو الخاليط او البطاطا يكيش اللي غادي نزيدو على الحوشوة ديالنا غادي نحتاجو لواحد تلاتات البيضات غادي نحتاجو واحد الكاز ديال الحليب غادي نحتاجو شوية ديال الفخوماش محكوك وغادي نحتاجو لواحد تلاتات القيطاع من الجبل المثلث استعملت هنا لفاش كيرين كنا استعملو حتى كيري لك المتوفر غادي نحتاجو شوية ديال الإبصار وعلى شوية ديال الملح غادي ناخدو هنا واحد الإناء غادي نهرسو فيها تلاتة ديال البيضات نزيدو عليه من الجبل المثلث وغادي نخلطوه من الزيان نضربوهم هكا غير طرب اليداوي بعد ما كان طربوهم من الزيان غادي نزيدو عليه من الحليب الحليب هنا يمكننا نعوضوه بلا خين فخاش القشدة طرية او نخلطو الحليب مع القشدة طرية موهم أنا هنا غادي نكتافي بهذه المكونات هذو اللي استعملت فقط وغادي نزيدو هنا شوية من هاد الفروماج المحكوك غادي نزيدو شوية ديال الملحة مع شوية ديال إبزار موهم نزيدو الإضافات اللي بغيتو وصافيك نخلطو هاد المكونات بعود مزيان وغادي نزيدوهم في الكيش ديالنا غادي نخلوهم من الفوق وخيبا لكم هاد الخالط هادا راهو سلقا يعني نزم مع البطاطا ماشي مشكل رغم لي كي طيب ما كيلسق موال وغادي نرشو دك شوية ديال الفروماج اللي بقلينا غادي نزيدوهم من الفوق أنا هنا غادي نزينها به هاد طريفة ديال ماتيشة صغيرة ومكادي نستعملو غادي طريفة ديال ماتيشة كبيرة واللخ اللي وغير هاكا ما تزيدو حتا حاجة هو أصلا مزيين راسه وصافي ده بغادي ندخلو الكيش ديالنا الفران اللي يكون سخون يكون على 180 دراجة ونحليو الكيش حتا يتجمع لنا كي طيب هاد المكوينات كلهم كي تحمر وكن قدموه بصحة ورحة وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيش ديالنا بعتما كي طيب كي جي علاه الشكل الجميل هذا كي جي صراحة تنزوين لا من ناحية الشكل ولا من ناحية حتا المعدة كي يجي شي حاجة اللي مختلفة غير وجربوه ان شاء الله ما غديش تنزموه ولا جربتوه وما تنسوش تخلو لي في التعليق كيف جاكم كانت من هاد الوصفة ديال يوم تكون نال إحجاب ديالكم وشاركوها مع أصحابكم وحبابكم وما تنسونيش من التعليق ديالكم زوينا ولايك للفيديو كشكركم بزاف على حسن المساندة وعلى حسن المشاهدة وخليتكم على خير معادنا إن شاء الله في فيديو آخر ووصفة أخرى مع السلامة